نبتة رجل الحمام من النباتات العشبية الشهيرة في المناطق الريفية يعود موطنها الأصلي إلى حوض البحر الأبيض المتوسط بالرغم من مفعولها الطبي الكبير إلا أنها نبتة صغيرة الحجم لا تتجاوز نصف المتر امتداداً تنمو في عدة مناطق في العالم من بينها معظم البلاد العربية يغلب عليها اللون الأرجواني لا سيما ساقها وهي ذات أوراق متقابلة بسيطة التركيب أما الأزهار فهي عبارة عن نوارات طرفية تحوي عدداً من الأزهار الصغيرة الوردية المائلة للون الأبيض يطلق على نبتة رجل الحمام تسميات عدة وذلك وفقاً لاختلاف المنطقة تستخدم نبتة رجل الحمام في طب الأعشاب لعدة غايات علاجية أهمها فعليتها الكبيرة في المساعدة على تفتيت رمل وحص الكلا كما تستعمل كذلك في سائر الاضطرابات النسائية المصاحبة لمرحلة سن اليأس يعتبر شراب عشبة رجل الحمام من المشروبات المقوية للجسم بصفة عامة وينبغي الإشارة إلى أن كافة أجزاء النبتة الهوائية قابلة للاستعمال سواء أكانت طازجة أم مجففة تعالج عشبة رجل الحمام طائفة متنوعة من الأمراض كحالات فقر الدم وتعالج التهاب اللوزتين والأمراض المتعلقة بالروماتيزم والتهاب المفاصل وشرابها من مدرات البول التي وصفت بالجيدة وتعمل كمسكن فعال لسيما للصداع وآلام الأسنان وهي جيدة في العلاج الخارجي لأنها تنشط الدورة الدموية في المكان التي وضعت فيه فتعالج حالات تساقط الشعر وتحفز البصيلات على النمو ويساعد المرهم المصنع منها في علاج الأكزيم الجلدية وتساعد على التخلص من السموم بطردها خارج الجسم وتحفز على إفراز العرق وهي أيضا خافضة للحرارة ومسكنة لكافة الآلام وخصوصا الاضطرابات النفسية ويعرف عن مغلي عشبة رجل الحمام أنه نافع جدا لغسيل الكلة والتخلص من الحصوى والرمل وينصح بشرب كوبين يوميا لعشرة أيام لتنقية الكلة وهي أيضا مدرة للبول والطمث والحليب عند المرأة المرضع تعالج عشبة رجل الحمام الاستسقاء أو كما يسمى الأزيمة وهي تقوي الدم وتعالج فقر الدم المعروف باسم الأنيميا في حال انخفاض نسبة كريات الدم الحمراء وتعالج الاحتقانات في الكبد والكلية وتعالج خارجيا الجروح القديمة والعفنة وتستعمل غرغرة لمعالجة التهاب الفم واللوزتين وتساهم في علاج الأمراض المتعلقة بالبرد كالإنفلوانزا والرشح كما أنها تقلل من سرعة خفقان القلب وينصح بها عند الشعور بالتوتر والقلق وتأخذ كمسكن للاضطرابات النفسية في الأبحاث العلمية الأخيرة وعند الكشف عن محتوياتها مخبريا تبين أن نبات رجل الحمام يحتوي على جليكوسيدات وفيربينالين وبيربينين وتانين ومواد مخاطية ومواد مرة وأنزيم إميروزين أفرنتين لذلك تدخل في تحضير العديد من العقاقير والأدوية وتدخل في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة وعلاجها كما تزيد من إفرازات الغدد العرقية وتخفض حرارة الجسم المرتفعة وتقوّل جسم وتزيد من مناعته ضد الأمراض وتمنحه الطاقة والحيوية خصوصاً إذا تم تناولها على شكل منقوع وتعالج عشبة رجل الحمام اضطرابات القلق حيث بيّنت التحاليل المخبرية أن تناول 220 ميلي جراماً من مغليها يومياً لمدة ثمانية أسابيع يقلل من القلق والاكتئاب خاصةً الأشخاص البالغين والمصابين باضطرابات الاكتئاب وتعتبر مركبات الفلافون ويد وتأثيرها على الجهاز العصبي المركزي مسؤولةً عن هذا التأثير المزيل للقلق والتي توصف بأن لها تأثيراً مخدراً قليلاً يمكن أن تكون التأثيرات المخدرة لمركب الفلافون ويد أبي جينين مسؤولةً عن استعمال عشبة رجل الحمام الشائع في المساعدة على النوم وعلى الرغم من عدم وجود أبحاث كافية إلا أن عشرة أشخاص مصابين بمرض القلب ناموا نوماً عميقاً لمدة تسعين دقيقة بعد شربها بالإضافة إلى وجود مركبات أخرى ذات تأثير مخدراً في نفس النبتة قد تظن أن الجزر بكل أنواعه متشابهة لكن هذا النوع الداكن من الجزر يختلف بفوائده عن الجزر البرتقالي بل ويعادل أنواعاً من الفواكه من حيث القيمة الغذائية قد تستغرب لسماعك هذه المعلومة وهي أن اللون الأصلية للجزر هو هذا اللون الداكن الأرجواني المائل للون الأسود وذلك قبل القرن السابع عشر لم يكن الجزر في السابق برتقالي اللون كما نعرفه اليوم لكن المزارعين الهولنديين أول من قاموا بتهجينه وجعله بهذا اللون البرتقالي الفاتح ولا ننكر بأن الجزر لاقى رواجاً واكتسب شهرة أكبر بلونه الجديد لكن الفائدة الأصلية والغنية من الجزر تعود للجزر الأسود يحتوي الجزر الأسود على نسبة جيدة من اللايكوبين النباتي والمعروف عن نشاطه كمضاد للأكسدة ويوصف بالقوي وتشير الدراسات إلى أن اللايكوبين يمكن أن يمنع شيخوخة الجلد بالحفاظ على تجدده وبقاء شبابه كما ولها تأثير وقائي على صحة القلب والأوعية الدموية أيضاً أما عن المادة الداكنة الملونة للجزر الأسود فهي أصباغ طبيعية تسمى الإنثوسيانين وهي مركبات لفلافو نويد الإنثوسيانين والتي يمكن العثور عليها في كل ثمار الداكنة اللون لا سيما العنب البري والخوخ الإنثوسيانين مادة لها تأثيرات مضادة للأكسدة قوية وبسبب قدرته المذهلة على التخلص من الجذور الحرة المسببة بشكل رئيسي للسرطان وتوفر الحماية ضد مجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة كأمراض القلب والسكري يحتوي الجزر الأسود على مزيج مدهش من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة حيث إن مئة جرام من هذه الجزرة الطازجة قد تؤمن مقدار خمس مرات أكثر من فيتامين ألف ومن القيمة اليومية المصابها وكما هو معروف عن فيتامين ألف فهو ضروري لبناء الأغشية المخاطية في الجسم ويحافظ على سلامة العين والرؤية يحتوي الجزر الأسود على كميات معتدلة من فيتامين جيم وفيتامين كاف بالإضافة إلى مجموعة هامة من فيتامينات باء المعقدة كفيتامين باء واحد وباء ثلاثة وباء خمسة وباء ستة وهي فيتامينات ضرورية للحفاظ على جهاز المناعة في الجسم وتضمن عظاما قوية وتوفر مستويات كافية من الطاقة بالإضافة إلى توفر كميات لا بأس بها من المعادن وإن كانت بكميات صغيرة من البوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والحديد والماغنيسيوم والمانغنيز والفسفور وقد بيّنت الأبحاث مؤخرا أن عصير الجزر الأسود لديه تركيز يصل إلى 12 مرة من المواد المضادة للأكسدا من الجزر البرتقالي وأنه يحتوي على نسبة تفوق 40% من البيتا كاروتين عن تلك المتوفرة في البرتقال كما أن توفر قيمة مرتفعة من السيلينيوم في الجزر الأسود تساعد في الحفاظ على تدفق الدم في حالة مستقرة ولديها مجموعة قوية من مضادات المايكروبات ومضادات للسرطان نظرا لمضادات الأكسدا العالية بشكل لا يصدق من الجزر الأسود وبطبيعة الحال فهو يزيد إنتاج الحيوانات المنوية ويعزز صحة الجلد والشعر والعيون لدى الجزر الأسود مادة تسمى جزانتوفيل وهي صبغة الكاروتين التي يمكنها تنظيم ضغط الدم الإنقباضي ويعتقد أن الاستهلاك المنتظم من هذا النوع من الخضار له فوائد مهمة على المدى الطويل على صحة الفرد ويعتقد أن أصناف الجزر بشكل عام تساعد في منع وتبطئ انتشار الخلايا السرطانية فالمواد الكيميائية النباتية الموجودة في الأطعمة الخضرية ومنها الجزر الأسود لها فوائد صحية عديدة لذا ينصح المختصون بالأغذية بتناول الجزر الأسود لما له من خصائص مضادة للسموم وصفت بأنها لا تصدق وبشكل عام لا يزال الجزر الأسود الخيار الصحي الأمثل إذا كان لديك فرصة لإدخاله إلى مائدة العائلة ترجمة نانسي قنقر الجمال والنوق أي الإبل صديقة الإنسان العربي منذ قديم الزمان فقد لازمته في رواياته وقصائده وأعانته على مشقات الحياة والسفر ففي الحديث عن تاريخها يطول الشرح وقد كرمها الخالق في ذكرها في القرآن الكريم أكثر من مرة وحثنا إلى التماعن في كيفية خلقها لما لها من مميزات تجعلها تتحمل أشد المناطق صعوبة في الحياة يستخدم الجمل في العديد من الأمور اليومية في حياة العرب والبدو بالتحديد فهي تعينه على السفر ويشرب ويأكل من حليبها ولحمها ويستخدم جلدها في لباسه على الرغم من قلة انتشار لحومها وحليبها كغذاء إلا أنها دلالة على الكرم العربي سنتعرف اليوم على مدى هذه الفائدة التي يفتقدها الكثير منا وهي من الأغذية الرئيسية في الصحراء حليب الجمل ذو مواصفات عالية الجودة ويعتبر غذاء كاملا للبدو وسكان الصحراء يحتوي على عددا من المركبات الكيميائية يعد حليب الجمل هو الأقرب إلى حليب الأم من أنواع الألبان الأخرى لذلك فهو مغذ ومثالي كما أنه يشتمل على مستويات من الحديد وفيتامين جيم بالإضافة إلى البروتين ونسب دهون أقل من الأنواع الأخرى بعض أهم الفوائد الصحية الأهم التي يوفرها تشتمل على قدرته على منع مرض السكري بجميع أنواعه وقدرته على تحسين النظام المناعي والعمل على تنشيط الدورة الدموية وعلاج مرض التوحد والتخفيف من أمراض الحساسية مع تعزيز نمو الأطفال وحمايتهم ضد الأمراض الذاتية المناعية وتعزيز صحة القلب يمتاز حليب الإبل بأنه يعتبر ثروة من المواد الغذائية فيحتوي على الإنسولين الذي هو العنصر الأساسي والفعال من عناصر صحة الإنسان فهو يوازي نسبة للجروكوز والإنسولين في الجسم ويعمل على الوقاية من مرض السكري وقد أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن حليب الإبل يلغي الحاجة إلى حقن الإنسولين يعمل حليب الإبل على تعزيز جهاز المناعة فهناك مستوى عال من البروتينات والمركبات العضوية الأخرى في حليب الإبل تشتمل في قدرتها على مكافحة المايكروبات بشكل قوي لذلك يعتبر حليب الإبل من أكثر الأشياء المغذية التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي والحفاظ على صحتنا داخليا وخارجيا كما يحتوي الحليب على نسبة مرتفعة من الحديد بالتالي يجعل منه غذاء مناسب لحالات فقر الدم ونقص الحديد فيعمل على زيادة تدفق الدم وبالتالي زيادة الدورة الدموية ومستوى الأكسوجين ويحافظ على الصحة العامة خصوصا بعد الولادة الطبيعية وفي دراسة فريدة بيّنت أن لهذا الحليب قدرة مميزة على علاج المصابين بالتوحد فالنسبة العالية من المركبات العضوية الفريدة لها تأثيرات قوية بشكل خاص على الجهاز العصبي التي تمنع الطرابات المناعة الذاتية خاصة عند تناول الحليب بصورة منتظمة لأنه يعمل مع المسارات الدقيقة للعلاج بسبب مجموعة المغذيات الصحية الشاملة والهائلة من الأحماض الدهنية التي يوفرها حليب الإبل يعمل على تحقيق توازن نسبة الكوليسترول بالدم عن طريق تخفيض نسبة الكوليسترول الضار ورفع نسبة الكوليسترول الجيد بذلك يساعد على الحد من علاج تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية ويخفف أيضا من ضغط الدم كما أن المستوى العالي من البروتينات الحيوانية الموجودة داخل الحليب تساعد على تحفيز النمو السليم وتعمل على تنمية العظام وبنائها بالإضافة لبناء أجهزة الجسم المختلفة حيث إن البروتين واحد من اللبنات الأساسية في الجسم يمكن إضافة حليب الإبل للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأطفال الرضع الذين يعانون من تدهور الصحة المناعية لينعموا بالصحة والعافية كما أنه الوسيلة الأمثل للقضاء على جفاف السوائل من الجسم نظرا لقدرة الجمل على تحمل العافية ترجمة نانسي قنقر